نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الاسطول الشمالي وذلك باشتراك حاملات المروحية جمال عبد الناصر والفرقات الجلالة مع المدمرة يو اس اس ديلبرت الأمريكية وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة والتي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمصرح العمليات البحري والتدريب على أسليب العمل المتجانسة ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية البلاحة الدولية يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية والذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكي